اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة راجل امام مسجد يعني طبعا التاريخ اللي انا عيشته مع والدي ان هو راجل طول عمره شريف طول عمره راجل شريف الرشاوي المحسوبية والاجرام اللي كان بيحصل اي مبارك دوت يعني احنا انا عيشت فيه فترة كبيرة يعني الهم اللي احنا فيه دلوقتي دوت مش جديد علينا احنا كنا عيشنا 30 ايام الثورة يعني في حرية وديموقراطية لكن احنا من ايام مبارك واحنا وغدين على الاجرام ده فدوت مش جديد كنت بشوف ان هو يعني دايما بيتصدى للظلم ودايما ضد مبارك مش عنف ولا انه ضد مبارك عشان يعني مثلا انه هو يغير ابدا هو ضد مبارك لان مبارك معروف مبارك دوت معروف اسلوبه وطريقته محسوبية رشاوي في كل مكان اجرام شرطة اجرام في المرور اجرام في اسام الشرطة كل القزارة ايام مبارك شفناها جوم البيت عندنا الساعة ثلاثة للعصر في عز الضهن يعتقلوا والدي وطبعا دوت كان غدر احنا مش واخدين على كده هما دايما كانوا بييجوا يعني الساعة اثنين بالليل حتى هما طبعا يعني اعلاميا مطلوق عليهم انه هما زوار الفجر جوم الساعة ثلاثة العصر يغدر عشان هو طبعا اليوم موجود هو يعني عمتا هو يعني كان اليام اللي فاتت دي كلها تقريبا ما كانش بيباد في البيت منعا لاعتقاله مش خوف لكن هو مش متهم ولا في عدالة في البلد ولا في قضاء عشان يتمثل قدامه جوم الساعة ثلاثة العصر وطبعا دوت يعني قدام عيون الناس كلها جي مثلا انا طبعا يعني هو تقريبا الحاجة كان متوضي ونازل يصلي بالزبط كان متوضي ونازل يصلي ببص لقيت على باب الشقة احنا عندنا باب البيت مفتوح طلع سلم من غير ما يخبط ولا اي حاجة طلع على السلم احنا شقتنا اول شقة في العمارة والهي العمارة عمتهم كلها بتاعتنا بس الشقة على طول احنا بقاعدين فيها هي اول شقة في العمارة لقيته على باب البيت بقوله انت عايز ايه بقوله انت مين بقوله انت اللي مين انت عايز ايه بالزبط فرح قال لي احنا عزيه البشوان صعب رحمه الحاجة خرج قال له يا ابن انت عايز ايه قال له عام الحاجة احنا عايزينا خمس دقيقة في المركز طبعا الحاجة احنا عارفين ايه اللي هي حصل حتى الحاجة بتتدردش معاه فبتقوله اجهز لك حاجة قال لها لا فيعني مأمور المركز بيقول لها انا والله ده هما كلهم يحاج خمس دقيقة وهنجي وهنجيبه تاني فالحاجة بيقوله طب يا ابن انت عمل الهيصة اللي انت عاملها دي ليه طبعا البيت من تحت كردون عساكر عربيات كأنه رايح يقبض بجد على تاجر مخدرات مجرمين احنا مجرمين احنا عندي الحكومة مجرمين هو جايبض على مجرم مش جايبض على راجل محترم مهندس هو لو عارف ان ابو يا مسلح لو عارف ان ابو يا مجرم مش هيجيله والله ما هيجيله المهم هو طبعا جي الحاجة قاله انت يا ابني ايه اللي انت عامله دوت انت كنت ممكن تبعاتلي بكل هدوء كنت انا هاجي بكل هدوء قاله ما عليش اعمل حاجة والله اذا انا غصب عني فالحاجة قاله طيب انا هصلي الاول قاله تفضل اعمل حاجة صلي بالحرف طبعا يعني الاحترام دوت احنا مش متعودين عليه لكن هو جاي في توقيت مش بتاعه هو خايف من الناس لا يحصل تجمر لكن طبعا يعني الحتة محدش طبعا نتكلم نهاية كله كان واقف بيتفرج وبس انا عايز اقولك ان الفكرة كلها ان اللحظة دي احنا كنا مستنيين انا ما كنتش مغدود من الموقف ولا اي حاجة لاننا من يوم الانقلاب وانا على علم ومتأكد ان اللحظة دي انا هوصل لها ده كمان دي المرحلة الاولى يعني دي مش النهاية دي المرحلة الاولى هو طبعا انا براحة زور الحاج يعني انا متعود ان انا براحة زوره يعني بس الحاج طبعا والدي رجل يعني عدى الستين سنة دلوقتي ابويا تعبان الحاج تعبان ومستمر في العلاج وهو رجل اكبر يعني عنده اكتر من ستين سنة مش ممكن مش ممكن اللي بيحصل انا هو كوالدي انا شايف ان كده حرام يعني كده عيب كده عيب ابويا يعني عايز اقولك انه يعني اي ضابط من الزباط اللي جاييني يقبضوا علي 오른ه هو اكبر من ابوه هو مش عنده اب ابويا تعبان انا كنت دايما بروح لي عاوز ادخله العلاج اتطمن عليه انا عارف ومتطمن عليه انا مش رايح له عشان اتطمن عليه انا متطمن عليه و هو في اي مكان انا متطمن عليه وهو ده اللي هو معودني عليه انا متطمن عليه انا بس عايزة وديله العلاج بتاعه طبعا يعني كان فيه صعوبات جندا جدا في دخول الاجلي حاولت أتصرف بأي طريقة بس الحمد لله تصرفت ودخلت له لك واتطمنت عليه أنا رايح يعني عايز أقوله يعني ربنا يكون في عونك هو اللي بيصبرني مش أنا اللي بيصبره أنا رايح عشان أقوله كلمتين لقيت هو اللي بيديني كلمتين بيقول لي يا ابني طبعا يعني خلي بالك بخواتك خلي بالك بمك خلي بالك بالبيت هي دي رسالتي الوحيدة الكلمة يعني اللي أصرت بجد فيها هو بيقول لي أنا مش راجع ما تحطش في بالك إن أنا راجع تاني ما تحطش في بالك إن أنا راجع تاني أنا يا ابني مش راجع تاني وما تحطش في اعتقدتك ولا تعشب نفسك إن أنا راجع تاني أنا مش هرجع غير لما حال البلد يتصلح وده حقنا إحنا ما بنزيدش دوت حقنا أقل حقي من حقوقنا إن أنا عيش في دولة محترمة مش دولة يعقصح الصبح أبو السلاقيه جايب لي واحد يقول لي ده الرئيس بتاعك إزاي يعني إزاي أنا ما جبتش مرسي غصبا عن الناس أنا رحت انتخبتي مرسي وجبتي مرسي رئيس فمرسي ما جايش غصبا عن حد مرسي جاي بالديموقراطية يمشي زي ما جاي لو ما كانش عاجب الناس لكن ما يمشيش بالدبابة ازاي يعني اتعامل معايا انت يا حكم او انت يا حكومة اتعاملوا معانا احنا كشعب مصر اتعاملوا معانا احنا كمواطنين على اننا بنفهم اتعامل معايا على اننا بقى فهم بس والله يبصي هو الحج يعني دايما كان معودنا على ان انا اعتمد على نفسي من الدرجة الاولى يعني مثلا على سبيل المثال هو طبعا يعني راجل فاضل راجل شريف زي ما انا قلت قبل كده ودي طبعا حاجة هو معودنا عليها دايما يعني الحاجة كان رئيس المجلس في سنة اتنين وتسعين المفروض ان رئيس المجلس دوت يبقى حرامي وش رئيس المجلس دوت يعني يعمل فلوس قد كده ورشاو قد كده وهي فعلا كان بتجيله رشاو احنا لحد الان والحتة بتاعتنا والشارع والعيلة والدنيا كلها عالفين الحمد لله ان احنا الحج يعني قعد اربع سنين او خمس سنين تقريبا في المجلس خرج منه مديون طول عمره هو رجل شريف طول عمره وهو معودنا على ان انا اعتمد على نفسي بس يعني طبعا الحمد لله والدي رجل امام مسجد الناس بتحبه لان طبعا الحمد لله والدي رجل فاضل بس هو بص هو يعني تقريبا يعني موقف اثر فيه قوي ان انا اللي رايح له يعني بجد اشوفه ابوس على دماغه ابوس على ايده انا طبعا مززعلان والله حقيقة انا مززعلان ان والدي معتقله اهي طبعا الدنيا ملهاش طعم والدنيا ملهاش لازمة من غيره انا مش عارف امشي من غيره انا مركز عليه لان هو بيعلمني كل حاجة في شغلي في تعليمي في حياتي في كل حاجة اي حد ابوه عنده احسن واحد في الدنيا ويكي يترجمان إعجبال إلى خارج الحسن والدنيا سوف يجعلان ويجعلان يمرض الان ويجعلاني يمكن ان أحسن الله واحد في عمره دموه الفضولات فكه يترجمان الدنيا حلوه في الحصول ويشون انا متلاقا يا فهم ويشون انا في طبعا انا في حياتك انا في حياتك في موقع وكم الأن وكيد تغير الحصول انا في حياتك صوم من دعا فنها انطرنتما بالمرسطة والتي لتشاهدت بريد المعرفة حيثت بريد المعرفة وكثير من تركيز لأن المعرفة في تركيز فقط وكثير من التركيز وكثير من التركيز ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر